بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بك سيدتي في هذا اللقاء الجديد المؤشرات التي تعطى لجسم الإنسان مهمة جدا جدا وكما يقول المثل قبل أن تقع الفأس بالرأس يجب أن ننتبه لهذه المؤشرات ودلالاتها ومعانيها لأن إذا وقعت الفأس بالرأس قد في بعض الأحيان تكون الضربة قوية وتعمل لنا مشاكل عديدة ليس فقط عن المستوى الصحي بل تصل أيضا إلى المستوى الاجتماعي أيضا واحدة من هذه المشاكل التي لها بعدين بعد صحي وبعد اجتماعي وأيضا يعني خلينا نقول ثلاثية الأبعاد أيضا لها بعد نفسي البعد الثالث هي مشكلة البرود الجنسي لدى السيدات هذه المشكلة أيضا لها مؤشرات ولعل واحدة من أهم المؤشرات هو جفاف الإفرازات المهبلية الإفرازات المهبلية هي عنوان صحة المرأة وهذه الإفرازات لها خصائص من أهم خصائصها أن تكون شفافة عديمة اللون لزجة دون رائحة وطالما هي تحت هذه الخصائص فنجد أن كل المنظومة الإستروجينية والجنسية لدى المرأة هي 100% لا غبار عليها وهذه الإفرازات تتحكم أو يتحكم بها أمرين والأمرين في غاية من الأهمية والبساطة خلينا نقول الأمر الأول يتعلق في المنطقة وهو وجود البكتيريا الطبيعية يجب أن نؤمن دوما البكتيريا الطبيعية في هذا السعر في هذه المنطقة وكلنا يعرف اليوم ويتناول البروبيوتك ولديها الحمد لله أصبح تداول وشهرة كبيرة ولكن الذي يضيع ويقلل من مستوى البروبيوتك هذه البكتيريا الطبيعية أشياء كثيرة للأسف واحد تناول المضادات الحيوية وهذه ما شاء الله يعني عروس الرشدة في كل رشدة طبية لازم نرى المضادات الحيوية رقم اثنين السكر وهو يقتل أيضا البكتيريا الطبيعية رقم ثلاثة الأدوية النفسية تقتل البكتيريا الطبيعية ولا تقل عن المضادات الحيوية وتخيلوا سيدة في هذه المشكلة المؤرقة تدخل بطبيعة الحال كما ذكرت في البعد الثالث وهو البعد النفسي وبالتالي قد تلجأ إلى الأدوية النفسية حلا لهذه المشكلة ولا تدري أنها يعني تغوص في أعماق المشكلة مرة أخرى وهناك أعوام الأخرى تعمل على تدمير وتقليل هذا المستوى من البكتيريا الطبيعية مثل المياه الغير نظيفة على سبيل المثال ولكن أحببت أن أقول لكم أبرز النقاط الثلاث أو الأربع المضادات الحيوية والأدوية النفسية والسكر ونقاوة أو نظافة المياه هذا جانب الجانب الآخر والمتمم بعد ذلك أو نتيجة لذلك هو اضطراب الغدة الكذرية أو ما يعرف به الغدة فوكولوية وهنا يأتينا مؤشر آخر بمؤشرات متفرعة هذه المؤشرات المتفرعة قد نلاحظها في السمنة في المستوى العلوي وقد نشاهد العكس يعني من شدة الاضطراب النفسي وصلنا إلى عدم رغبة مطلقة في تناول الطعام المؤشر الثاني العصبية وطبعا هنا العصبية والقلق من الحالة التي وصلت إليها هذه السيرة بالطبع تكون تهدد عليها حياتها وتهدد كما ذكرت في الزاوية الاجتماعية لها ومن مؤشرات أيضا الغدة فوكولوية اضطراب الدورة ومن مؤشراتها أيضا بداية لمشكلة تكيّس المبايت إذن كما تشاهدون وتسمعون الآن أن لكل من هذه المؤشرات نعتقد في بداية الأمر أنها مشكلة وتحتاج إلى حل وإذا ما استسلمنا لهذه المؤشرات كأمراض المضاد ومتلازمات دخلنا في قصة المضاد الحيوي وجرعات ما شاء الله وقبل قليل ذكرت أن المضاد سوف يقتل من البكتيريا الطبيعية إذن لن يكون هناك حل وإذا لجأت إلى الإنترنت وكتبنا كيفية علاج البرود الجنسي ويخرج لنا الماكة وتخرج لنا المكسرات ويخرج لنا العسل ويخرج لنا العديد من هذه الوصفات فهذه الوصفات ليست لك سيدتي ولن تعطي أي نوع من الفائدة لماذا؟ لأنها لم تحل أصل المشكلة إذن ما هو الحل؟ الحل ببساطة أولا يجب تعزيز إفرازات المهبل يجب أن تعود إلى وضعها الطبيعي هذا رقم واحد قبل البدء في أي شيء يجب أن تعود هذا الجفاف يجب أن يحل وإذا لم يحل لا يوجد حل هذا عنوان مش دائما تسألون إلى متى وأستقدم هذه الوصفة وإلى متى وكيف أعرف أن المشكلة حلت وهذه الأسئلة سوف تعرفين بمجرد سوف تعرفين أنها حلت المشكلة بمجرد انتهاء عملية الجفاف وتبدأ للزوجة من جديد إذن يجب تعزيز البكتيريا الطبيعية بتناول بتناول اللي بروبيوتك كمكمل غذائي وتناول من اللبن الزبادي تكثيفه في النظام الغذائي مرة مرتين ثلاث بقدر المستطاع طبعا بإضافة وليس أو المكمل الغذائي وهو اللي بروبيوتك تمام؟ هذه النقطة الأولى النقطة الثانية وهي الإستروجين ولدينا عنوان كبير جدا وهام جدا في عالم الإستروجينات وهو كف مريم رائع جدا هذه الكتلة نجدها كالأصابة لذلك سميت بالكف تعرفون منظرها وإن شاء الله يعني تشاهدونها الآن أمامكم على الشاشة هذه كف مريم ممكن تقطيعها ممكن طحنها واستخدامها كمشروب شاي في مرتين في اليوم إلى ثلاث تعزز الوسط الإستروجيني من ناحية تنظم الغدة الكذرية فوق كلوية تحارق للدهون وبالذات على المبيض وعلى الكبد وعلى الرحم تمام إذن هي تعمل بمنظومة خرافية صراحة إبداعية هذه كف مريم ويجب الاهتمام بها للجميع للجميع صراحة وكمبدأ وقايا وكمبدأ وقايا على الأقل نشرب كوب ليس كل يوم لو نشربنا كوب من مغلي كف مريم مرتين في الأسبوع كمبدأ وقايا لن تكون هناك إن شاء الله مشكلة في هذا الجانب بالمطلق تمام إذن الخلاصة أن عنوان البرود الجنسي ودرجته هل هو قوي متوسط أو ضعيف الإجابة في مدى جفاف الإفرازات المهبلية فإذا كانت جفة جدا فالبرود قوي جدا وإذا كانت متوسطة فالبرود متوسط وهكذا تمام وهذه الحلول وإلى متى نستخدم مشروب أو مغلي كف مريم حتى ترجع اللزوجة كما كانت في عاهد زمنها تمام وحينها نبدأ بالتقليل من شربها وتكون كمبدأ وقايا كما ذكر مرتين في الأسبوع ودوما نتمنى لك سيدتي دوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر